موسيقى حياكم الأخوان المشاهدين مع قناة سينما في سينما اليوم رح نعطيكم ريفيو لفيلم جديد آخر واحد من الأفلام الكثيرة اللي دائما شاهدها للممثل والنجم الهندي أكشا كمار نحن قاعدين نتحدث عن فيلم سيلفي موسيقى هذه عشروسة شروبات كرتين موسيقى اللي كان مع عمران هاشمي وهذا الفيلم الحقيقة يعتبر الفيلم الرابع المتتالي خلال ثلاثة شهر لأكشا كمار إذا تحدثنا عن فيلم فيلم قصتها معروفة إن أكشا كمار يمثل نفسه في هذا الفيلم إنه هو ممثل ونجم كبير جدا دوره بهذا الشكل يعني دوره الواقعي اللي قاعد يأدي في حياته السينمائية ومن ثم من طرف الآخر هناك أيضا عمران هاشمي مع ابنه الصغير اللي هم عشاق ومحبي هذا الممثل البارع أكشا كمار اللي يقدم هذا الدور في فيلم سيلفي وطبعا هناك طموحات للولد والأب إنهم يوم من أيام يعملوا سيلفي مع هذا النجم الكبير ولكن يستويسوا فهم في موضوع العلاقات أو في موضوع إنه يوم من أيام أكشا كمار يمكتبهم ومن ثم الإعلام يلاحق أكشا كمار في هذا اليوم اللي اتفاجئ أكشا كمار إنه لماذا هذا الإعلام تم وجوده في مخفر الشرطة وحط الاتهام على عمران هاشمي ومن هنا يحصل كلاش بين الطرفين وما ريد أحرق الأحداث بشكل عام أنا بنسبة إلي القصة جدا عادية على فكرة وهذا أيضا فيلم ريميك لأحد الأفلام الساوث ترى مش كل فيلم ساوث ممكن يطبق على مستوى وطبيعة السينما الهندية أو السينماة بوليوود وبالتالي في أمور تنحب مع الساوث ولكن ما تنحب مع السينما الهندية لأن فيها تريتمنت فيها جمهور وفيها ذوق مختلف بشكل عام هذا الفيلم أنا يعني بصراحة تفاجأت ما عجبني كليا هذا الفيلم أولا قصة الفيلم الحبكة الإقاع الفيلم وفي نفس اللحظة الإخراج وأيضا الموسيقى المصاحبة من المشهد الأول لغاية المشهد الأخير تحس بصداع يعني تذكرك بالأفلام الساوث اللي فيها خلنا نقول الموسيقى العالية والمبالغة فيها بشكل عام الجزء الأول كان شوية نوعا ما تتوقع شو اللي رح يحصل الجزء الثاني يحصل ضرب أكثر في هذا الفيلم ولكن المفاجأة كانت يعني أنا بنسبة إلي هل يعقل هذا يعني ناس تعمل فيلم من أجل والله إن هذا نجم سينماي ويحتاج إنه يطلع رخصة قيادة في مدينة معينة ومنها تحصل صراع بين الشرطي بين هذا عساس رخصة الليسن يعني الفكرة كلها مبنية إنه أكشي كماري بيطلع رخصة السواقة والشرطي اللي هو المسؤول عن الرخص يكون ضده هو عمران هاشمي يعني الفيلم والحبكة والقصة كلها مبنية على هذا الأساس يعني مرات لما واحد يشوف الفيلم يقول لك يا أخي شو يعني خلصوا القصص عشان واحد يتكلم عن هذه الفكرة وعن هذه القصة أنا بالنسبة إلي فيلم سيء جدا برغم إنه عمران هاشمي أشوفه إنه سرق الأضواء من أكشي كمار وبالتالي أنا أعتبر إنه هذا الفيلم ضعيف جدا ومن أضعف أفلام أكشي كمار وهذا يعتبر أيضا من الأفلام الثامنة أو التاسعة وورا بعض لم تحقق النجاح في شباق التذاكر ولم تحقق النجاح الفني يعني في بعض الأحيان في أفلام كثيرة لم يوفقها التوفيق ما تنجح في شباق التذاكر ولكن في أداة في دور يكون قوي والفيلم ممكن يكون جيد ولكن ما حالة فالحظ إنه ينجح في شباق التذاكر ولكن أكشي كمار يخسر طرفين يخسر الشباق التذاكر يخسر أيضا بجودة الفيلم على مستوى الفني هذا تعتبر خسارتين على الراس مثل ما يقولون وأنا بالنسبة إلي فيلم سيلفي فيلم سيء جدا ونعطيه واحد ونص من خمسة وهذا واحد ونص أيضا ممكن نعطيه إنه نحن شوية تعطفنا مع شخصية عمران هاشمي ومع ابنه وأيضا إنه عمران هاشمي مثل جيد في هذا الفيلم وأتمنى من الجميع يشاهد هذا الفيلم ويعطينا راية ويحط لنا على الكومنت تحياتي وشكرا اشتركوا في القناة